دي اناي مساء الخير تعرض المرشح عن المقعد الشيعي بقضاء بنت جبايل الإعلامي علي الأمين للاعتداء من قبل عناصر أو مناصرين لحزب الله بضيعته سبب الاعتداء أنه الأمين قرر يمارس حقه كمرشح بالانتخابات المقبلة ويتصرف مثل ما بيتصرفوا المرشحين ليك شو وقح؟ تعرضت لإعتداء والهجوم من أكثر من 30 شاب منتمين لحزب الله أنا كسر سني بسبب الضرف وجسمي أيضا تعرض للكمات ولضبيت وتم استخدام كل وسائل التخبيط والضرب من مجموعة من البلطجي مخوفين الناس مرهبينا بتستغلوها بلقمة عيشة وبدكن حدا يحكي وبدكن حدا يقول لك يا عمي صورة بدي يعلق صورتي أنا علي الأمين المرشح إلي حق علق صورتي لاش صور زعمائكم ونوابكم مش معلقة مان مرشح فهمنا وبدك تتصرف كمرشح كمان طبعا بعد اعتداء من هالنوع حزب الله ما كان ممكن يسكت رئيس البلدية المحسوب على الحزب أدلة بموقف بتشي البدن بتشتشي البدن صراحة شو ثلاثين ما ثلاثين كلهم عبعدهم ما بيطلعوا خمسة ست اللي ضربوك صار النقاش بعدد اللي اعتدوه على علي الأمين مش بمبدأ الاعتداء عليه انهم من ناقش العدد على اعتبار في حق دستوري بالاعتداء على ان لا يتجاوز عدد المعتدين الرقم كذا حق دستوري بعدين عشو مستغربين الاعتداء اصلا مينموم حزب الله او جمهوره او انصاره يعملوا هيك مينموم انا لا اريد ان انتقد وافند اللوائح الاخرى في اللوائح الاخرى سواء في هذه الدائرة او في غيرها من الدوائر يوجد اصدقاء في بعض اللوائح ولكن انتم تعرفون انه يوجد اعداء في بعض اللوائح طيب والاعداء اللي باللوائح الاخرى اللي مثل علي كيف بتم التعاطي معهم؟ مثل اللي ظهر معه طيب ما عدوه خيادة قالك هول اعداء شو رح يغنجهم مثلا؟ ما فهمه اصلا سبق لبوب الامين رئيس تحرير جريدة الاخبار ان تبنى هذا الاعتداء قبل ما يصير بشي سنتين ثلاثة بيقول بوب الامين بوقتها لناس مثل علي ما الذي يتوقعه هؤلاء الصغار القذرون والتفيهون من شعب لا يزال يقتل كل يوم ويتعرض الاتخاذ والتعصف باسم حرية امريكا في حكم العالم؟ الا يتحسس هؤلاء رقابهم وهم يخرجون من منازلهم النجسة يوميا؟ ربما لا يعرف هؤلاء وخصوصا منهم من يعيش بين منازل المقاومين والشهداء مثل علي يعني ان عليهم خفض الرؤوس والتسلل الى علبهم القذرة وان عليهم الابتعاد عن شو عن غضب الناس الاتي اليهم في اي لحظة طيب اللي صار مع علي جزء من غضب الناس يبدو ويضيف بوب بوقتها ربما وجب على من يمون على هؤلاء بكلمة بكلمة عقل ان يشرح لهم ان زمن المسامحة العامة انتهى واننا اليوم لا يمكن ان نقبل بحل وسط مع هؤلاء ومن لم يعجبه منهم هذا المنطق فليرحل عنا فعشوا مستغربين هيدا كلام واضح واللي صار ترجمي واضح على هالكلام حتى وقت اللي حزب الله بيقول عكس هالكلام بيكون عم بيقوله ليبرر شيء مثلا طيب نحن متحمل رأي الاخر بيجي بيقولك حتى داخل الطائفة الشيعية انت متحمل رأي الاخر لش بقي حدا من رأي الاخر بالطائفة الشيعية خلال الاسابيع الاخيرة الا طلع على التلفزيون وعمل مقابلات ومقالات وشتى مسب وخوا متهم وهم يعيشون بيننا وبين ظهرانينا حدا قال لهم يا محل الكحل بعيون كون كلام حلو ما حدا قال للمعارضين يا محل الكحل بعيون كون حس انك قاعد مع الديمقراطة باب اول لا يكمل يقول التالي نعم صارت حادثة قدام السفارة الايرانية طبعا هي حادثة عفوية وقتل فيها شخص عزيز وقتل مظلوما وانا اقول لكم قتل مظلوما ايا يكن قاتلوا ما حدا قال لهم يا محل الكحل بعيون كون بس خيأ احيانا بشكل عفوي بيقلع لهم عيونهم بينقتلوا بس بشكل عفوي ميتوا بس عفويا ميتوا دايما في شي عفوي بعد حادثة علي الامين نقلت جريدة الاخبار عن مصادر حزب الله الشي التالي حزب الله لا يتبنى هذا الفعل بل ويرفضه وهو يؤمن بديمقراطية الانتخابات والحرية الكاملة بالترشح والانتخاب لأي كان كما اكدت المصادر ان لا علاقة للمعتدين بحزب الله وان الاشكال ناجم عن انفعال آني واستفزاز متبادل فيه استفزاز متبادل قال ليلي شو بتستفز انه مرشح يعلق صورته ما معقول وعتعمل لأبو السوس بيوم لإيامه دي بشي بجنن يا زلمي بينقتل هاشم السلمان بتصير جريمة عفوية بينضرب علي الامين انفعال آني واستفزاز متبادل دايما عفوية واصلا هيك بيبين من الصور هاي دي صور المجموعة اللي افراد منها قتلوا هاشم السلمان قدام السفارة الايرانية ليك شو عفوية مثلا عفويا لبسين اسود مثل بعض وعفويا حطين اشارات صفر ع ايديون وعفويا معهم زيط العصي وعفويا وصلوا بموكب سيارات واحد على مكان التظاهرة وبوقتا قتل هاشم السلمان عفويا اهضم شي لما يقل لك ليه بدنا نعتدي على علي الامين ما نحن ربحانين الانتخابات ايه مضبوط بس ليه عدد اديته عليه هيدا تماما مثل انه القصد ربحان ليه بده يستعمل كيميوة بخيطة ما استعمله وعلي اعتدي عليه المزعج اكتر هو الاستخفاف بالناس انه هول بده يمثله هلا ما توخزني اكيد مش هول اللي بده يمثل هني احرار حزب الله وكباره من اصحاب الكبرياء والجبين العالي فوت يا ابو السوس سيدي ابا هادي حينما نذرت بعد حرب تموز ان ادنو لأقبل حزائك ابا هادي وحينما هبطت لتقبيل حزائك وحاولت اقامتي من الموضع الذي انا فيه كنت استشعر انني خارج الناسود انني دخلت الى عالم الملكود انا علي عمار انا فداء نعلك فداء شسع نعلك مرشح الحزب في جبال كسروان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة